بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس افتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا لي تامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثناء اثناء وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعبنوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أبناء لا تعبنوا وآتوا النساء صدقاتهن بحلة فإن خفتم لكم عن شيء منه نفسا فكنوه وليئا مليئا ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وطلوا لهم قولا معروفا وبتنوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا أدفعكم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر الكسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ثرية ضعافا خافوا عليهم فليدقوا الله وليكونوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثى ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نصف ولأبويه لكل واحد منهما الصدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي يوصي بها أولين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركهم من بعد وصيتي يوصي بها أولين ولهن الربع مما تركهم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نفتون مما تركهم من بعد وصيتي تنصون بها أولين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شوكاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أولين خير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهو عذاب مهين والتي يأتي إلى الفاحشة من سمائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتي لها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواما رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس زي الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلفوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتبوهن إلا أن يأتئن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كيتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهداما وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضيه وأخذنا منكم ميفاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد صلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخوات وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد صلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبدهوا بأموالكم محصين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآدمهن أجورهن فيضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفيضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم من بعضكم من بعض فانتحوهن بإذن أهلهم وأعطوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نسف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشج العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أروا لكم بينكم بالبعض إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قولون على النسماء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المطاجع واضربوهن فإن أطع لكم فلا تبخوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فضعفوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا إن يريد إصلاحا إن يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا من أموالك وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبنوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخبالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخبالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس للبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مئينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم بالفقال ذرا وإن تك حسنته يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا لك على هؤلاء شهيدا يومئذين يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حليفا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عامل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على السفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تقلم السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مصنع وراء عمالياً بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله لكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس أجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إخماً عظيماً ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل إلا هو يزكي من يشاء ولا يغلبون فتيلاً انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيلاً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صدعاً وكفى بجهنم سعيراً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم ناراً كلما نقجت جنودهم بدلناهم جنوداً خيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلكم ظلاً ظليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعرفكم به إن الله كان سنيعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أقيعوا الله وأقيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤددون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما هنزل إليك وما هنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاهود يريدون أن يتحكموا إلى الطاهود وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم طلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدرون عنك سدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بنيخاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواماً رحيماً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواماً رحيماً فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراء مستقيماً ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقول منك أن لم تكن بينكم وبينهم ودته يا ليتني كنت بعض فأفوز فوزاً عظيماً فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاقود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فيقوا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون ستيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شيئة وإن تسبهم حسنة إن يقولوا هذه من عند الله وإن تسبهم سيئة إن يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حقيثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولا فما أرسلناك عليهم حفيظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم خير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إخلافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى آل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحفظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها وكان الله على كل شيء نكيتاً وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً فما لكم في المنافثين فئتين والله أركسهم بما أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً وادون وتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلا الذين يصلوا بين قوم بينكم وبينهم نيفاق أوجاؤكم حصرت صنورهم أن يقادلوكم أو يقادلوا قومهم فلو شاء الله لسلقهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزذوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فكفتبوه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فكفتبوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم فاقوا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم إفاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمأننا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيراً كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجة منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسماءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنسماء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلاً فألمائك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر في سنين الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وصعاً ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد رقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا منه ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم وقد الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وحذوا خفر ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حفركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوا دعوه وعلى جهوبكم فإذا قمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولا تهنوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً وكان الله عليماً حكيماً إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائلين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يميتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وجيلاً ومن يعمل سرؤاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً ححيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يربده بريئاً فقد احتمل بهداناً وإثماً مبيناً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يربده بريئاً فقد احتمل بهداناً وإثماً مبيناً وله لا فضل الله عليك ورحمته لأم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً وكان فضل الله عليك عظيماً لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومن يشافح الرسول من بعد ملك بيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت نصيراً إن الله لا يغفر أن يشارك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشارك ومن يشارك بالله فقد طل ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إلى الفر وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ورياً من دون الله فقد خسع خسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا هروراً أولئك مأوام جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنغفرهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سر أن يجزني ولا يجد له من دون الله ونياً ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن ديناً من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتاب النساء إلا تي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وإن امرأة خافت من بعنها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً الصلح خيراً وأحطرت الأنفس الشحر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خفيراً ولم تستطيعوا أن تعملوا بين النساء ولو حرصتم فلا تدينوا كل الميل فتذرواها كالمعلقاً وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً وإن يتفرقا يخل الله كلاً من سعده وكان الله ويسع الحكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد رصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الضرار وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديراً من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا كُنُوا قوامين بالقسط شراء يَا أَلِلَّهِ وَلَوْا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْغَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خُفِيرًا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائك به وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدانوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سميلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْدَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذر عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سميلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضرر الله فلن تجد لهم سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعلامكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من خلقه وكان الله سبيعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيعا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجراهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزد عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى ما أكبر من ذلك فقالوا أرد الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور من إفادهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السمد وأخذنا منهم نفاقا غريضا فبما لقضيهم نفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقبلهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهدالا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم رسول الله وما قتلوا وما صنفوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرما وقدموا عنه وأكلهم أموالا نعصد البرط وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤديهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زفورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى من الله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قل جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تهلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى من مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تهو خيرا لكم إنما الله إله واحدا سبحانه أن يكون له غندا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحجوهم إليه جديعا فأما الذين آمنوا واعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قل جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا نبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفدونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نسخ ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تظلموا والله بكل شيء عليم